تعال نشوف كمان ان عبدالله السعيد انا عشان خلص مزايا الزمالك. عبدالله السعيد وناصر ماهر كان لهم دور النهاردة في التمرير. مش هنشوف لقطات فيديو بس هنشوف خريطة تمريرات الزمالك. هتحيص ان عبدالله السعيد كان مركز يمكن خريطة التمريرات دي بتظهر مشكلة الظريل ايصر في الزمالك. دي تمرير اكتر من خمس تمريرات بين اللاعبين. تحيص ان الكراب بتوصل عن ضنضايط يعتم بتراها. انما الناحق اللي مين كانت شغالة في نادي الزمالك. عبدالله السعيد كان مركز مهم جدا في تجميع اللاعب وتوزيعه. ليه التلت الاخير زي ما الخريطة بتظهر ده. ناصر ماهر رغم انه لعب 24 دقيقة كان عامل شكل كويس. تعال نشوف ميزة في ناصر ماهر. هتظهرها برضو الصورة اللي جاية. تمريراته القدام. بص هنا دي ده اتجاهات تمريرات ناصر. اللي اخدر دوت. اللي هو التركواز للقدام. بص التمريرات الخلف قدي قليلة. دي ميزة كبيرة جدا ان اللاعب بيلعب في التلت الاوسط. وقريب من التلت الاخير تبقى تمريراته للأدام. او للجنب حتى بانت في الصورة الجاية. اللي هتعرض اتجاهات التمريرات لقدام. وتمريرات عميقة. منها الفرصة اللي ودى بها سيف الجزيرة انفراد. فالزمالك تحسن. لكن لم يكن التحسن الكافي. لتحقيق الفوز. ولكن اللي حيقول ان الزمالك ما تحسنش النهاردة. لا فيه تحسن بس على مستوى زي ما قلنا اغلبه في مستوى وسط الملعب. حي. موسيقى موسيقى